بعد نجاحها في إنقاذ سبعة وثلاثين من صغير حيوان الفقمة من قبضة مهربين في الأونة الأخيرة، قررت السلطات الصينية فكأسرها وإعادتها إلى المحيط. وعرض تلفزيون الصين المركزي لقطات لمتطوعين وباحثين من معهد اليونغ لأبحاث المحيطات ومصايد الأسماك خلال عملية إطلاق صراح صغير حيوان الفقمة في مياه المحيط المفتوحة قرب مدينة دليان الشمالية الشرقية. ووفقاً لما ذكرته وسائل الأعلام الصينية الرسمية، فإن شرطة المدينة عثرت على الفقمات المرقطة بحضيرة في إحدى المزارع في فبراير شباط. وفي المجمل أعادت السلطات 61 فقمة مرقطة إلى البرية وزودت كل منها بجهاز يمكنها من تتبع تحركاتها.